سأبدأ من هذه الحكاية من دون أسماء لأن أشخاص الحكاية أحياء ربما ذهب بعضهم إلى عالم الموت لكن هناك أحياء من دون أسماء الزمان نهاية الستينات من القرن الماضي أيام مرجعية محسن الحكيم محسن الحكيم لا علاقة له بهذه الحكاية إنما أشرت إلى أيام مرجعيته كي ألفت نظركم إلى أن الحوزة كانت في قوتها كما يقولون في عصرها الذهبي هكذا هم يقولون يقولون من أن العصر الذهبي لحوزة النجف كان أيام مرجعية محسن الحكيم هكذا يقولون الحوزويون أنفسهم إذن زماننا أواخر الستينات من القرن الماضي من القرن العشرين مكاننا النجف النجف إنني أتحدث عن نجف العمائم عن نجف الطوسيين لا شأن لي بعامة الناس من أهل النجف هؤلاء أنفس كبقية الشيعة في سائر محافظات ومدن العراق طامتنا عند أصحاب العمائم البيضاء والسوداء على مستوى واحد مشكلتنا هنا وأكثر مشكلتنا مع العمائم الكبيرة ومع العمائم المرفهة العمائم المرفهة هي العمائم التي تكون قريبة من المرجع الأعلى في كل زمان من الأزمن سائر العمائم في النجف ما هي بمرفهة في معيشتها هذا هو الذي أشرت إليه فيما تقدم من حديث عن وجود طبقية وطبقية مقرفة في حوزة النجف كطبقية الإكليروس في الديانة المسيحية الكاثوليكية لا أريد أن أخوض في هذا الجانب أعود إلى حكايتي المكان النجف وفي محلة العمارة في العراق عندنا محافظة من محافظات الجنوب إنها محافظة ميسان عاصمتها العمارة ولكن في النجف هناك محلة من محال النجف تعرف بهذا الاسم إنها محلة العمارة محلة العمارة في النجف ومثل ما يقول النجفيون أعقود العمارة إنها أزقة النجف التي إذا ما دخلنا في تفاصيلها تذكرنا تذكرنا بالأزقة الشيطانية للحوزة الطوسية لا أتحدث عن أزقة جغرافية إنما أتحدث عن دهاليز ضلالها ومؤامراتها عن أزقة قذاراتها وقباحاتها التي لها أول في سنة 448 للهجرة حينما أسسها الطوسي المشؤوم وليس لها آخر فإنها تستمر وتستمر في قذارتها وإلى هذه اللحظة وبحسب الروايات فإن القذارة هذه ستبقى مستمرة إلى زمان ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هكذا أخبرنا أئمتنا وسادتنا وأولياء أمورنا صلوات الله عليهم في زقاق من أزقة عمارة النجاف بيت لأحد أصحاب العمائم البيضاء من العمائم الثقيلة الثقيلة في وسخها وخذارتها ولوطيتها من العمائم الثقيلة في قذارتها يعقد درسا لشخصيات لم يكونوا معروفين آنذاك لكنهم في زماننا صاروا من الشخصيات المعروفة والمعروفة جدا وبعد أن أكمل درسه هذا الحجة المفضال العلامة الأستاذ من أساتذة الحوزة الطوسية النجفية القذرة لا شأن لي بحضار الدرس حديثنا عن هذا الحجة حاله حال الكساء الكساء كان يعاني من انتصاب مستديم مر علينا في الحلقة الماضية فهذا الحجة هذا الحجة المشكلة عنده أن الحجة عنده قائمة دائما هو حجة بهذا المعنى هو حجة بهذا المعنى وحجته قائمة دائما عنده القوم جلاس وإذا بضجيج قرب بيتي ذلك العالم المفضال من أين تأتي هذه الضجة امرأة يبدو أنها إيرانية لأنها تتحدث ب لغة عربية باللهجة الشعبية العراقية النجفية المكسرة كلماتها مكسرة جملها مبعثرة امرأة تمسك بصبي جميل جميل كالصبية الذين حدثنا عنهم الحبوب حدثنا عنهم مرجعنا الكبير الحبوب الذين كان يعشقهم نظريا نظريا أو كالصبية الذين يعشقهم جعفر الحل أو كمعشوق رضاء الهندي في القصيدة الكوثرية صبي جميل جميل هذه المرأة تهدد ماذا تريد تهدد من أنها ستبلغ الشرطة تبلغهم بماذا من أن العلامة المفضال يلوط في ولدها الصغير جيران في المنطقة نفسها نفس ذيش العقود بنفس العقود عقود العمارة علامتنا المفضال ومحققنا الفذ كان يلوط في هذا الصبي الجميل اضطرب أمره الأصوات ارتفعت في الزقاق وهذه المرأة تهدد بأن تبلغ الشرطة هذه زوجها معمم أيضا ومن أصحاب العمائم البيضاء ينتسب إلى عشيرة معروفة من عشائر محافظة ميسان الحكاية عجيبة الذي يلوط كان يلوط في محلة العمارة والذي يلاط فيه هذا الصبي الجميل أبوه من مدينة العمارة في محافظة ميسان فاستنجد بالحضار أنجدوني فتبرع اثناني من الحضار وتدخل في الموضوع واستطاع أن يدفع المشكلة عن أستاذهما اللواط المحقق هذا محقق يحقق في بواطن الأمور إنه يبحث عن المطالب العلمية في كل مكان حتى بالظروف إذا أكو ظروفهم يروح يدور به علمت معقق مدقق مات مات وطوته الدنيا وستطوينا نحن أيضا وستطوينا ولكن تذكروا من أن عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب هذه الصفحة التي لن تطوى الصفحة التي عنوانها حب علي بن أبي طالب لن تطوى ستطوى صحائف أجسامنا صحائف سيئاتنا صحائف عوائلنا أنسابنا ما أكلنا ما شربنا ما عمرنا وما جمعنا وما ادخرنا في هذه الدنيا ستطوى هذه الصحائف طي لكن الصفحة التي عنوانها حب علي بن أبي طالب هذه لن تطوى ستبقى مزهرة مشرقة في قبورنا وفي عالم برزخنا وحينما نجوز على الصراط بسك من علي من علي ومن علي فقط سيشرق الطريق سيشرق الطريق بنور هذه الصحائف التي تزين بذكر علي على أي حال نعود إلى حكايتنا القذرة إنها من حكايات المذهب الطوسي من قذارات حوزة النجف الطوسية بعد أن حلت المشكلة هذان الشخصان الذان تدخل في الموضوع يسألان هذا العلامة المفضال هل فعلت ذلك فحدثهم بأنه قد فعل ذلك إنه أخذ الغلامة إلى السطح إلى البيتونة ما نسميه في العراق البيتونة المسقف الذي يكون على السلالم التي تسعدنا إلى السطح أو إنها غرفة صغيرة تكون مخزنا على سطح الدار كان هناك في البيتونة أكياس من البصل جاء بهذا الغلام الجميل ووضعه على تلك الأكياس وبعد أن قامت الحجة عنده عند هذا الحجة فأولج الحجة في مكانها هؤلاء هم حججنا حجج الإسلام والمسلمين على رأس على رأس سأله وكيف فعلت ذلك فقال مخبرا بأنه لا يجد إشكالا في اللواط يستحل هذا لا تستغربوا هناك في النجف من يستحلون اللواط أنا لا أحدثكم عن مراجع النجف الكبار إنما أقول هذا الكلام لا خوفا من أحد ولا مجاملة مع أحد إنما هي الحقائق حتى لا تختلط المطالب لأن الذين يكتبون في مواقع الإنترنت يكتبون الكثير من الكلام من دون مسؤولية حينما أتحدث إنني أنتقي كلماتي ولذا لن أتراجع عن أي حديث قلته في الحلقات الماضية أو في كل برامج لأنني لا أتحدث بمنطقي رد الفعل ولا بمنطقي إرضاء غضب عندي ولا بمنطقي المزاج أنا أتحدث بمنطق تحكمه العقيدة من جهة ويحكمه العلم والتحقيق والوثائق من جهة ثانية أنتقد الخوئي الخوئي لا يقول بهذا أنتقد السستاني السستاني لا يقول بهذا ولا أولاده أنتقد محمد باقر الصدر هؤلاء لا يقولون بهذا ويرفضون هذا الكلام رفضا مطلقا لكنهم يعلمون بالذي يجري ولا يفعلون شيئا هذا شيء وهذا شيء هم يعلمون بالذي يجري ولا يفعلون شيئا هذا موضوع خارج عن حكاية لكن هناك في النجفي من يستحل اللواط ويستحل الزنا ويستحل الزنا بالمتزوجات ويستحل الخمر ويستحل القمار عمائم كبيرة لكنهم يفعلون هذا في الخفاء الشخصان الذان تدخل في هذا الموضوع وكان من حضار درس ذلك العالم المفضال ذلك المحقق اللوطي من الدرجة الأولى الذي يستحل اللواط الشخصان من الشخصيات المعروفة لا أشير إلى أسمائهما ربما يكذبون قولي مع أنهما لا علاقة لهما بالموضوع إنهما كان يحضران في درسه وتدخل لحل مشكلته لا علاقة لهما بالموضوع مطلقا أحدهما صار رئيسا للوزراء في العراق بعد 2003 والآخر صار وزيرا للتعليم العالي في العراق بعد 2003 وهناك غيرهم أكتفي بهذا الحد قلت إنني لن أشير إلى الأسماء وإنما تحدثت بنحو إجمالي هذه حقيقة حقيقة سنستمر في الحديث ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر